أما سؤالك أنه أفضل عشر الأخير من رمضان أم عشر ذي الحج هذا قال به العلماء رمضان ليالي رمضان ليالي العشر أفضل لأنه فيها ليلة القدر وأيام العشر أفضل لأنه فيها موقف عرفات وفيها يوم النحر موقف عرفات موقف الدعاء في صورة حلوة لأحكي لك ياها شو هي الصورة أن هؤلاء عما يدعو في وادي عرفات جنب وادي عرفات في وادي الثاني اسمه وادي عرنة هذا وادي عرنة يخفيه الشيطان والشيطان ينظر هؤلاء أفلان هذا هذا أنا وقعت بكذا كذا كذا مصيبة وإذ يرى أن الله غفره غفر له فلان 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 إبليس عليه العائن الله يرى الرحمات تنزل والمغفرة تنزل والتوبة تقبل فعند ذلك يحسو على نفسه التراب ويدعو على نفسه بالويل والسبور أنه لم يكن من المؤمنين أن هؤلاء الذين أنا اشتغلت معهم طول الأيام وأوقعتهم بالزنا أوقعتهم بالحرام أوقعتهم جاءوا إلى أرض عرفات تائبين فتاب الله عليهم هذا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة